الفيديو ده مهم جدا وخطير جدا فمن فضلك شوفوا للنهاية الفيديو ده بالمعلومات اللي فيه مسئوليتك فمن فضلك احتفظ بيها وحاول توصلها لغيك بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم وبركاته اهل ومساعدة من حضرتكم طبعا ده فيديو استثنائي برا جميع البرامج اللي احنا بنقدمه نخلق القناة لكن الفيديو ده انا عامله مخصوصة عشان عايز يعني ايه اوضح اموره وافجر امور ونعرض حقائق كده معينة الفترة اللي فاتت يعني ايه قبيل عودة البرنامج مرة اخرى برنامج خارج الحدود وقبيل استقناف نشاط القناة انتشر البوست اللي احنا شايفينه دوقتي على الشاشة البوست اللي ملخصه ان الدكتور محمد عيسى داود هو بيروج للمهدي المزيف من بني اسرائيل او المهدي الاسرائيلي او المهدي المسوني او المهدي الصهيوني او ايا كان يعني وانه هو بيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي العبط ده العبط الفكري والعلمي والإعلامي وعبط رسمي يعني أنا عايزة نقش بس حتة العبس بالحرمين والعبس بالحرم المكي إلى آخره لكن قبل ما نروح للحتة دي لازم الأول نمصه ومين اللي نشر الكلام ده هنلاقي أن أول واحد بدأ يرمي الكعب ده من عنده أو بدأ يرمي الكلام ده من ناحيته هو الأرجوز الأرجوز السويس الشهير بالبورس وده من بعد ما دكتور محمد كان بيكلم عن المدعين وعن المهديين المدعين اللي احنا كلمنا عنهم في الموسم الثاني وخاصة علاء الخروف اللي احنا فردنا له كلام كتير ودكتور محمد استعرض كتابه مهدي منتظر صناعة إسرائيلية فالأرجوز هو جماعة هو الرجل ده هو جاهل يعني هو جاهل طبعا بالعلم لكن هو عارف هو بيعمل ايه يعني هو مدرك تماما هو بيعمل ايه الأرجوز خد الجملة دي بناء على تعليمات أسياده وقالوا له ايه بقى ايه قول ان محمد عيسى داود بيمهد لمهدي إسرائيلي يعني بدل ما الامر تحول من كشف مدعي كان ورا منه المساد ودكتور محمد عمل كتاب مخصوص عشان يوعي الناس من عشرين سنة بان اسرائيل والمساد بيحاولوا يضربوا فكرة الامام المهدي وبيحاولوا يقدموا مدعين اتحول الامر بان دكتور محمد هو اللي بيعمل كده لا فيعني الحقيقة ما شاء الله عبقرية والناس طبعا اللي رجبة الموجة دي يعني الناس بحاجة تتعالج فالمهم نرجع بقى ليه البوست الانتشر هنلاقي البوست الانتشر ده هو يعني ايه الفيرجين التاني من كلام الاراجوز بل ان الاراجوز مسكور عن انه صحفي يعني وفيد اصلا الناس دي تسأل انت بتقولوا على ده صحفي ازاي يعني ايه هو مؤهله اصلا العلمي هل هو اصلا معه مؤهل عالي عشان حتى يبقى صحفي هاوي مثلا منتسب لجريدة ما مثلا معه يعني هل هو معه مؤهل عالي بكده بلاش هل هو منتسب حتى لجريدة هل يمتلك جريدة حتى لو كانت الكترونية فهمونا يعني لو هو الراجل ده عنده حاجة زي كده فهمونا وتصريحها ايه ودنيتها ايه وترخصها ايه وكده عشان وبتتبع فين طب لو ما تتبعش هو ايه الكترونية فين لينك بتاعها عشان نخش برضو نشوف الراجل ده بيكتب ايه يعني انا نتعرف على فكره ايه المهم طيب من ضمن الناس دي واحد اسمه ملاك اوتسي طب انت راجل مسيحي ايه دخلك بقضية الامام المهدي وايه دخلك وحرقتك على الحرامين يعني يعني انت كتبت الكلام ده بناء على ايه طبعا هو ده مش كلامك ولا هو كلام الودي التاني اللي بيقول عن نفسه محلل ولا التالت ولا الرابع ده كلام متوزع نوتا متوزع على كم صفحة على كم اكاونت على كم جروب كده عشان ايه يبقى فيه حالة اه وجلبة ما وشوشرة ما على ما نقدمه بشكل عام وعلى فكرة الامامة اه بشكل خاص وعلى الدكتور محمد عيسى داود ويبقى فيه اه زعزع للثقة يبقى الناس عندها بلبلة لا احنا ان شاء الله في الفيديو دا يعني هنرجع لك روحة عقله بازن الله اه والاخ الاسمه ملك دا دا اه يعني انا احتكاكي بيه انا شخصيا احتكاكي بيه على الفيسبوك من زمان يعني من 2012-2013 لانه هو كان من ضمن الرجبين موجت اللي هو عمر سليمان فهو ياما 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 رسل صفحاتنا سواء حسن الكنانة صوت المستقلين مصر تفضل غاليا عليها او حول العالم تفي ياما رسلها اه برسائل عبيضة ابناء سليمان يا مش عارف يا ايه يا ايه كلامه بل كده طبعا اه واضح انه هو مملي عليه وانه هو يعني ايه حتى اللي قال له او اللي دا له لسكريبت حشان يبعتهن فرسالة عبيض زيه يعني يا ريته بس Humans BVFKR يعني بتخيل ان الصيغة دي هتنطلع علينا بقى فانا اياه هقول ايوا ده الوقت ده بقى ايه من المؤمنين بالقضية وبتاعه هتواصل معاه يعني ادائك يتحدس عنك ما احنا بنشوف بستاتك وبنشوف منشوراتك وبنشوف نشاطك كله هجس وكله شغل اللي جان وشغل يعني حلق حوش فيعني انت مين انت؟ ده رقم واحد رقم اتنين انت رجل مسيحي ايه دخلك بالقضية يعني ايه دخلك بالموضوع حشرت نفسك فيه ليه يعني حتى لو جالك الاسكريبت خرج نفسك عشان ما تبقاش سبق في فتنة عشان ما نضطرش نتكلم في كلام هايزع على البقى فما فيش داعي تدخل نفسك في القصة زي تاني لا انت ولا غيرك يعني كل واحد خليف دينه ويخليه في نبوءاته وانتوا ليكوا تفسيراتكم في نبوءاتكم اللي انتوا ايه يعني بتقلبوا النبوء وبتشوفوا فيها حاجات كده غريبة معانيا مش وقته يعني الكلام هيبقى له وقته الكلام في التفسير النبوءات خاصة اللي عندكم هيبقى له وقته المهم نفس الكلام ده منصور على صفحة تدعي بين خسيم كده قبار قوي انها من المحبين لللوء عمر سليمان وانهم من ابناء عمر سليمان وانهم مش عارف ايه مع اللوء عمر سليمان وانهم كانوا في المكتب اللي ورا منه وانهم كانوا بياخدوا تعليمات منه مباشرة وان ما شاء الله عاملين قصة كبيرة طويلة عريضة بقى لها مدة يعني كل ده عشاء مثلا ايه جابوا لهم صورة لللوء عمر سليمان ما انتنشرتش قبل كده حد تعطف عليهم ودها لهم فكده بقى خلاص بقى هم التميز اللي مالوش زي ولا مسيح فالصفحة دي تحديدا اللي هي بقى لها دلوقتي مثلا تقريبا سبع تمان سنين باسم الجانرز الصفحة دي اللي ورا منها سيبوكم من الاقل بيديرها الوقت زيكا وكان فيه معواد تاني كده زيكا ده اسم محمد زكريا سيبوكم من الاقل دي مش هم دول القضية يعني الوقت ده اصلا كان اللي بقى ورا منه ابناء سياسي كبير جدا معروف جدا اسمه يسد الشمس كده يعني لو اعطنا اسمه كده في الشارع يعني الناس طرف تبضل تحت منه ورا العيال دي وكانوا فاتحن لهم بزار في الغردقة عشان يعني ده التمن بتاع تشغيلهم هو ده التمن اللي باعوا بيه انفسهم ليهم ودلوقتي هم الوقت ده البزارة تتقفل وقاعد لشغلة ولمشغلة هم قاعدينوا في بيتهم بعبين هو في الغربية ولا الاهلية حاجة كده يعني وهم بيصرفوا عليه وقاعد ايه بيشتغل نفسه هو بضمنهم عشان يقول الكلام او ينصر الكلام اللي هم عايزين يقولوه اللي هو قريدي ملمس مع كل الكلام اللي بتقال من باقي اللجان باقي اللجان ايه اللجان اللي بتاعتعادي سيدنا الامام المهدي ورجاله عشان نخلص عشان نجيب من ناهية واللجان دي هنفصصها دلوقتي فالباشا طبعا بياخد التعليمات يروح ناشر الكلام اللي جايله سواء بقى جايله من اللي دي شغلوه اللي عملوه البزار وبتاعه وبيصرفه عليه غد دلوقتي او من اطراف تانية متواصلة مع باقي اللجان وهو مع قريدي تعليمات بي انت تتواصل مع الناس دي هم ايه هيغزوجه بشوات معلومات او بشوات حاجات تبقى ايه تتعاون معاهم يعني ده باختصار الموضوع طيب انا عايز اقول حاجة للاتنين ابناء السياسي الكبير قوي ده اللي هم وراء العيال دي بتوع صفحة الجانرز دول عم سيد السواء الله يرحمه قال كل حاجة عم سيد السواء الله يرحمه قال كل حاجة قبل ما يموت قاعد على كرسي الاعتراف وقال كده تفخيما فيكم يعاني موطن بيحبوكم قال بقى مشاور سويسرة والتليفونات السورية والليلة كلها بقى فنسقط ونحتلم نفسينا بدل ما اتكلم وهنقول كل حاجة نسقط ونحتلم نفسينا واللي انتو طمعانين فيه مش هيحصل ملكمش فيه نصيب بل بالعكس نصيبكم في الجانب التاني نصيبكم في الجانب التاني وده يعني بشرة ببشركم انتو نصيبكم في الجانب التاني مش في الجانب ده خالص ملكمش حاجة في المستقبل خالص زي ما هو خلص لباقي اللجان انهي لجان بقى اللجان اللي بتعادي سيدنا الامام ورجاله لجان المساد لجان حكام في العرب لجان جماعات لجان احزاب لجان مؤسسات باقي اللجان كلها وده هياخدنا بقى للرد على فكرة العبس بالحرمين والعابسين والكلام هنا انا بوجهه للجميع اولا للجمهور عشان يفكر في الكلام اللي انا هقوله ده ويتدبره كويس ويعقله امام الله امام مين امام الله مش امام بني ادمين انسوا البني ادمين بقى شيلوهم بقى من دقوا البني ادمين مالهمش لازمة امام الله تدبره اللي انا هقوله امام الله وللأعالي اللجندي تخرص إلا لو عندهم رد على اللي أنا هقوله العبس بالحرمين الشريفين بدأ من سنين طويلة قوي أنا مش هرجع لمئات السنين وقرون والكلام ده لا 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 خلينا نرجع خلينا في العصر الحديث العبس ده تم بالاتفاق مع مستر هانفر مستر مين؟ مستر هانفر مستر هانفر ده رجل المخابرات الإنجليزية اللي عقد الاتفاق والديل والصفقة الدينية السياسية مع آل سعود ممثلة في المؤسس ومع عبد الوهاب محمد بن عبد الوهاب انتم ليكم الملك السياسي وانتم ليكم السلطة الدينية بس في سبيل ده بقى عشان نديكم ده وعشان نديكم الدعم لإقامة الدولة دي ليكم ستة أهداف لازم تعملوها نركز كويس قوي عشان اللي هقوله ده مهم والما هقوله ده مش انفراد لي لا ده كلام يتقال قبل كده من سنين وسنين وسنين ويمكن يعني في الفترة الأخيرة ناس بدأت تعيد الكلام فيما يخص بعض الأثار الإسلامية في مكة لكن اللي هقوله ده بقى بالترتيب كده ده يعني ايه نركز فيه أول حاجة إلغاء القرآن أو تحريفه أو إلغاء بعض الآيات وده حصل في السنين دي في العشر سنين الأخيرة دي وهقولكم إزاي تاني حاجة هدم الكعبة باعتبارها صنم ولا يجوز للمسلم أن يتعبد حول صنم تلاتة هدم جميع آثار حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأثار آل البيت وأثار الصحابة من مكة والمدينة أربعة هدم جميع أضرحة آل البيت والصحابة خمسة إلغاء الحاج آآ ستة هدم القبة النبوية أو هدم المسجد النبو طيب نيجي بقى نبص آآ ده الاتفاق مع مين يا رجالة مع آل سعود ممثلة في المؤسس مع محمد عبدالوهاب مع هانفر سيبكم من لورس العرب لورس العرب هدحكوا عليكم بيه قصة مش لورس العرب الأسس السعودية الأسس السعودية الأسس السعودية وأسس القصة دي قولها هانفر ارجعوا بقى لورس العرب كده ايه آآ تلاتين أربعين خمسين سنة هو كان مساء نفسه عبدالله مش عارف ايه كده الحاج عبدالله ايه فآآ نركز مع هانفر ومع الديل ده طيب نبص بقى نمشي خطوة خطوة هدم الكعبة طبعا مقدروش يهدمه الكعبة لكن هنلاقي فيه محاولة لداعش لهدم الكعبة وفيه فتوى من البغدادي سيبكم بقى هو عايش هو ميت داعش حلو سيبكم من الكلام دا دلوقتي فيه فتوى من البغدادي بهدم الكعبة وأن آدم عليه السلام كان كافرا لأنه بنى الكعبة وتعبت حولها دي فتوى للبغدادي داعش اللي هي خرجة من رحم الوهابية داعش اللي هي خرجة من رحم الوهابية كم محاولة لإحرق الكعبة حصلت ناس بتخش ببنزين ولا بتخش بمادة مواد مشتعلة وتحول تشعل الكعبة وينتمل أنهو فكر قادي الكعبة هنلاقي ان داعش عمل الكتاب اسمه الفرقان ايه عام الفرقان ده قالك الفرقان ده تنقية القرآن شلنا منه الآيات التي تعادي اليهود أو بتحس على قتالهم وآيات الجهاد شلنا دول وشلنا دول هذه اتنين نخش في تلاتة بقى آثار سدنا رسول الله وآثار السيدة خديجة وآثار السادة الصحابة وآثار السادة آل البيت أو بني هاشم أو بني عبد المطالب في مكة كلها هدمت بلا استثناء والفيديوهات موجودة على ليتيوب يعني انا مش بقلف مش بتخيل ده كله هدم اللي تبنى فوق منه جراج اللي تبنى فوق منه قوتيل لكن بيت حضرت سيدنا النبي تبنى فوق منه مراحيل يا مسلمين يا موحدين يا اللي بتقولوا لا إلهي إلا الله محمد رسول الله أنت بتتعصب ليه هاي كده تتعصب لأ هتعصب لأ هتعصب عشان القدسية بتنتهك واللي بينتهكوها بينتهمونا إحنا إن إحنا اللي بننتهكها وبنعبث بيها لأ نحنا كده في قمة العبط هي نحنا في قمة العبط وخلاص بقى جبنا أخيرنا مش هنستحملكم كتير خلص الكلام خلص الكلام يبقى هدم أثار سيدنا رسول الله هدم أثار الصحابة هدم أثار أثار يعني بيوت يعني محال يعني الأماكن اللي كنا بيعيشوا فيها ما دي أثارهم إيه اللي يثبت إن كانوا موجودين هنا ما ممكن يجيلك بعد خمسين سنة واحد يقول لك إيه اللي يثبت إن محمد كان هنا فين بيته إيه اللي يثبت إن أبو بكر كان هنا فين بيته إيه اللي يثبت إن كان عبد المطالب هنا فين? فين? نبني بقى ايه? اوتيل? نبني جاراج? نبني مراحيد فوق بيت ستنا خديجة? البيت اللي نزل فيه الوحي? نبني مراحيد يا سافلة! يا عالم يا واطية! اخرج سياد انت وهو وما حاجش انا هنعبس بالحرمين وبنقلب انا هوليكو دقات العبس بالحرمين صبرا احنا لسه ما خلطوش الفيديو لسه فيه كلام وانا متعصب وهتعصب واللي مش عاجبه ما تفرجش انا متعصب لله ولا رسوله ولا الحق مش لنفسي مش عايز حاجة لنفسي عشان خلاص بقت الامور بقى فوق الحد الاستهانة بالدين بقى فوق الحد لكن لما نيجي نتكلم عن واحد شخص يوقع قدس الله وسره هتتكلم عنه تروح في دهية على طول تيتقبض عليك لا هنتكلم فينيتو لا موزيكا خلص خلاص حكم جابري فينيتو هي شهور بقدر الله مش بقدر بني قدمين مش بني قدمين بيخططولكم افهموا موخوكم دا يا قد كده كلكم على بعد كده كلكم قد كده موخوكم بتفكروا في جوه قلب الكابريت خليكوا بقى جوه قلب الكابريت دي عشان انتو مرة واحدة هتتقبوا لطشة السماء لطشة من هالسماء كده نزل طاق متقرقوا كلكم مش هتلاقوا نفسكم خالص مش هتلاقوا حتى وقت تلم زي ما دخل محمد كده قال مفيش وقت تلم مش همتططق طيب ايه اللي بعد كده ايه احنا قلنا محاولة هدم الكعبة ادينا الامثلة عليها محاولة تغيير القرآن او تحريفه او تبديله ادينا المثال الواقعي الموجود يعني الادلة اللي عاوز يدور هيلاقي اللي انا بقوله دا يعني موليش فين دليلك وفين اسبتك وكلام العبيد دا هدم الاسار النبوية واسار الصحابة وقال البيت من مكة حصل اللي عبس بقى بموضع الاثر نفسه بان احنا نبني مراحيل ونبني جاراج ونبني قنة الاستهانة لكن احنا نجيب معامل يا ابن سلمان نجيب الاحثار الصحيونية تنقب عن اثار بني اسرائيل نفسك تديهم حاجة نفسك تديهم اي حاجة كده زي ما لقيه دكتور محمد اشار في كتاب الانفجار ان خطتهم ان يقسموا جزيرة العرب اتناشر اتناشر ممر كده بالطول لكل صفت من اثبات بني اسرائيل ممر باسمه فالباشا جايبهم بعشان ايه؟ دوروا حاجة تتلقوها تثبت كلامكم او حطوا لكم حاجة او ما انطلقوها كمان عشر سنين ولا حاجة مش كده؟ لكن اثار سيدنا النبي اهدم اثار الصحابة قسر اثار مش على البيت؟ يعني مش مهم مين دول؟ ده انا خدم الحرامين ده انت مش خدم الحرامين انت منكش ده انت الحرامين مش ملكوكم مش من دن الملك اصحى طلوعك فوق كعبة ده مش هيعدي ايه قد تفتكر ان انت هتخرج صحيح سليم؟ انت بالذات مش هتخرج صحيح سليم انا ببشرك تنهيتك اسود بالسواد اسود بدون مقرف انبوقة بدون ايه كده انت اديت لنفسك مقام مش بتاعك خالص خالص وكل اللي طبلك واللي سقفلك واللي وطالك واللي سجدلك معاك سواء كرشيوخ او حتى اللي سكته او حتى اللي ما تلعوش تبرقه من اللي انت عملته وادنوك شرعا يبقوا معا كلهم اي حد اي حد اللي بس حمة اي حد اللي بس حمة عربي غير عربي سني شيعي اباضي جن ازرق شافك وسكت فهو معاك بالنسبة لنا انا مش دعو جيلي هو معاك معا لينا نيجي بقى ليه الحرم هو ايه برج الساعة ده وليه عالي اوي كده وليه الكعبة اجمل منه قد كده يعني فهمونا ايه المغزى ليه ان ننطح السماء فوق كده يعني اه ابني ليه صرحا لعله ابلغ الاسباب ليه يعني وعند الكعبة تحديدا ليه برضو بنتحب طاقة او بنتحب طاقة تانية ولا ايه الوضع طيب نخش شواء الحرم النبوي هو ايه بالصرع النبي اللي فوق الاوبة النبوية ده وده مش هلال ده مش هلال نقرر كده ونشوف دول ارنين ارنين العجل بتاع الساماري دول ارنين العجل بتاع الساماري يا مسلمين يا موحدين يا موحدين لحضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ياللي بتحجه وبتعتمره ياللي بتزوره ابقوا بصوا على القوبة شوية القوبة دي جزء من سيدنا النبو جزء منه مش مفصولة عنه دي جزء منه عايز تفهمها افهمها مش عايز تفهمها ما تردش بلاش ترد اقول لي ايه اخبار الارنين دول وايه اخبار فتوى هدم القوبة اللي انا قبل كده زعتها وسألتكم سؤال هو ايه اللي فوق القوبة ده ايه اللي متربط ده اللي احنا شايفينه دلوقت ايه ده محدش جاوب لا ده واحد مدفون سمع الفتوى هو الشلة الحلوة حي على الهو رحوا مطلعين منهقوا رحوا مطلعين يلا وبيتطر اول فاس سعقة من السماء نزلت لازعيته مكانه يجي شيلوه يمين يجيوه شمال لازع هنا خلاص قدروا كده حال ايه حطوا عليه اسمنت ولفوه بالبتاع ده ولا دي شباك ده بيفتحوه لو هو شباك يفتحوه مش هيدين قوة او شباك يفتحوه يبرونا كده يفتحوه بيخسروا القوبة كده يفتحوه يفرجونا كده وحد بيخش من الشباك ده يعني يفرجونا يعشين يردوا علينا ويقول لنا اللي فوق القوبة الخضراء الشريفة ده مش ارنين ده احنا متهيقلين ده هوجس ده الهولوجرام مش كده طيب انا يعني ايه انا عارف ان انا كنت عصبي زياد عن الرزوم بس انا مش عصبي النفسي انا عصبي لله والرسوله وللحق وعندي كلام كتير اقوله بخصوص الامور دي بس هنهي الكلام بحاجة واحدة بلاش تستفزونة ده رقم واحد عشان هنرد الكتير هنرد الكتير واحنا فيه امور بنسقط عنها عشان ما نكونش احنا سبب في فتن ولا عزو بالله بنسقط مش جبن مش خوف لكن احنا مش حابين نكون سبب في فتن الفتن جاية جاية ولا عزو بالله والنار هتشتعل فانا ما نكونش سبب فيها حتى لو عارفين اللي هيحصل حتى لو عارفين الاسباب لكن عبط بقى زياد عن اللزوم وضغط علينا لا هنشوتكم هنشوتكم خالص بس كلكم من اليمين للشمال من فوق لتحت عرب بمسلمين عرب بمسلمين فرح نيجيريا كان البارتيتا حضرة بس وكلهم تصور كلكم تتصوروا و حد يقول لنا ليه تويتر وفيسبوك من سنة ونص او من سنتين كده اغلقوا اكتر من مليون حساب هنا وهنا مرة واحدة كده والبيان اللي طلعوا بان فيه شركة متخصصة في السوشيال ميديا تابعة للنظام الاماراتي وللنظام السعودي هي 돌�ями الشركة دي وهي اللى صنعت الانكاونتات دي كلها جون ترى بقا المليون هنا ومليون هنا او المليون وشوية هنا مليون وشوية هنا ادي ايه من عدد اللجان ادي ايه من عدد اللجان طبعا اللجان اللي كل واحد فيهم عنده سبع حسابات على كل جهاز في ايده على او على كل جهاز في ايده يلا ماشيها موبايلين ولاب وتابلت او تابلت قدي تلاتة في سبعة واحد وعشرين ده بني قادم ده اللي علي مالوحدة بني قادم لو خمسة ستة قديم مع بعض يبقى ميت ميت صوت ميت لايك ميت كومنت ميت شير عشان بقى ايه نتكلم بوضوح وانا قلت في حلقة الكابتن سيد اللي هي هتتعرض ديوم الحد ان شاء الله ان خلاص يعني تعليقاتكم كوبي بيست من بعضيكم نفس الاسلوب نفس ونفس الابلسة نفس الشيطانة تعليقات ابليسية شيطانية كده الفزكم كده متسيطانة معروف فيه خلاص حتى الاسميك اللي بتسموا نفسكم بيها سام مش عارف ايه هل مش عارف ايه ايه عام الاسماء دي يا اخي حتى سموا نفسكم اسم يعني يجذب القارق سيبك من انا خلي عشان لو انت يعني كتب التعليق ده عشان لو حد يقرأ الكومنت بتاعك في يعني تفاعل معاه طب بتديروا اسم حتى يجروا لكن مش اسماء كده الجحيم والعذاب والنار واليابا انت جاي تقرفنا يعني خلاص كلكم مهرشين تماما يعني وطبعا انا ما بدكمش مجال للكلام اصلا عندي البلوك جاهز على طول فيسبوك او يوتيوب او تويتر او اي حاجة لان لا مجل الكلام معاكم بالاصل بالاصل ما فيش مجل الكلام وياريت بقى كل قراجوز ياخد الكلمتين انا قلتهم دول لو هو راجل راجل بجد وحريص على الاسلام بجد زي ما يبيت داعي وحريص على وطنه بجد زي ما يبيت داعي يطلع يدافع عن الاسلام يطلع يواجه العابسيين بالادلة بالبراهين انا قلت ادلة وبراهين اوه ما قدمتش اه مش هقدم موجود cuales عايز اريستر هانفر هييدور هيلائي اللي عاوز اللي عملته داعش حيدور هيلائي بالتفجيرات المحاولة التفجير الي الحرام النبوي يعني كل ده موجود حسب دمعنتكم في لعشرة سنين دول بس قلنا في لعشرة سنين دول وفي لعشرة سني裡面 القبليهم واللي أبليهم واللي أبليهم لا تم ايتهم إيه انتهاك الآه크 الباقي الآثار، ايه، النبوية وثار الصحابة الى آخره سواء في مكة وفي المدينة في المدينة الاضريحة كلها طارت. كل الاضريحة. مفيش اضفيش ولا ضريح. اللي ولا صحابي ولا حد من قلال البيت. كل. طب تدر تروح كده تزور سيدنا حمزة. طب كده تقرب الفتحة. تلاقي تليه لك خزوق من تحت الارض. كعفريت الليل تليه لك. ايه ده تبتقي يا كافر يا ابن. ودخلك دهنم وانت واقف. السفلة. لكن احنا بتاع المؤسس نعمل له مدحف. ونروح نزور وندفع تيكت. عشان نشوف اللباس بتاع السعود في المدحف. انتو حزبي الله ونعمل وكيل فيكم. حزبي الله ونعمل وكيل فيكم. حزبي الله ونعمل وكيل فيكم. ونهاياتكم اقرب مما تتخيلون. طبعا انتو ما بيصدقوش الكلام ده. ولو صدقتوه بتعندو معاه. ولو ما بتعندو معاه بتتمادو في العند. وده شيء جميل على فكرة. يعني ده شيء يفرح. لان ده بي معناه ان انتو بتسرعوا من اجلكم. كل ما بتعند زيادة حبيبي كل ما بتسرع زيادة بابا. وفيه شخصية عربية اما تموت الشخصية دي الدنيا باي باي. وانت مش هتلاقي مكان تروحه. وبعد البيع الوهمية اللي هتحصل لك. آآ يعني انت غالبا مش هتنام نفس الليلة. يعني غالبا. هتلاقي ايه في خوزيك تلاقيت لك كده من حتتين تانيين. من قريبك برضو. انا عارش هم مين. عشان ما قولش انا عارف اسماء. لا يعني بتوقع بس مش قولوا اللي بتوقعهم مين. لكن اللي مكتوب ان فيه اتنين. انتو تلاتة هتتخنقوا. لما بوك يموت. فهنتفرج يعني. سيدنا النبي بقى قال وهنتفرج. وعايز اقول حاجة اخيرة. لما دكتور محمد قال ان سيدنا رسول الله اتكلم عن بعض البشر ووصفهم انهم اولاد زنا او اولاد قحاب. ما هو لما سيدنا النبي قال انطقوا لنطفاقهم فان العرق ده الساس. ما ده كان بيكمل ده. مش كده. لان فيه اولاد قحاب. وفيه اولاد زواني. وفيه اولاد حرام. وعايشين بيننا. عايشين بيننا. اعتقد كتير في اجهزة الامن المصرية يعرفوا تمام المعرفة بان فيه جماعات من المدقون دول لما الزوج بيغيب للجهاد او للمعتقل او لنيلة. يا اخوه يا ابن خالته يا ابن عامه يا كده يقوم مقامه. الى ان يعود. واذا قام مقامه وانجب فدول ابناء الغائب بالنيابة. يعني هونما ده ده انا اقول له اجهزة الامن في مصر تعلم اللي انا بقوله ده كويس. ان فيه جماعات ده فكرها. فدول يبقوا ايه بقى? ابناء ايه دول? طيب ده نموذج. ده نموذج واحد انا قلته. ما بنى بقى بنامزج تانية كتير. بس احنا ما نعرفش عنها حاجة. او ببعن عدق العامة. ما يعرفش عنها حاجة. ففيه اولاد زنا? اه فيه اولاد زنا. فيه اولاد قحاب? اه فيه اولاد قحاب. اقول دول ايه? اللي بيعادوا له رسول دول ايه يعني? ابناء اولية? ابناء شرفة? ما تفهمونا يعني? اللي بيقولوا الكلام ده فهمونا انتو حسسين اول الدرجات دي? حسسين للكلمتين ومش حسسين لصيدنا النبي. مش حسسين للحرمين. واردونا اهميتكم بقى. فرجونا كده غيرتكم وحمياتكم دي. بدلا متعدين تصدرنا ايه الصورة اللي وراك? ايه اولاد قحاب? اولاد? ما تخرجناش نقول كلام واسخ. ما القناة الوحيدة اللي بتقدم محتوى ما بيتقدمش لا على سوشيال ولا على فضيات. بانفراط كده. لوحدينا. مش غرور. ده واقع. مش غرور ده واقع. والناس اللي كتير بتقولي تحية لفريق العمل. ما فيش هنا فريق عمل. فيه العبد الفقير. فيه العبد الفقير فقط. فما تدوناش اكبر من حجمنا في الناحية الامكانيات في العمل. لسه احنا ما 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 مش معنا بقى فيه ستوديو بتبقى. لا 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 خالص. لما نتعطل او نتأخر ده غصب عنينا في اي شيء. ويارد نركز في المحتوى. نركز في المحتوى. نسيبنا من التلكيك. نسيبنا من التلكيك. وخليكم في الحق. ركزوا مع الحق. الحق اللي انا قلته ده ركزوا معاه. لما حد يقول لكم محمد عيسى داود بيعبس بالحرمين. وعاوز يدخل المهدي اللي مش عارف الماله. ادوه فوق دماغه بقى. خلاص بقى لهم مين اللي بيعبس. وبعدين هو اللقطة اللي جات في البوست دي اللي هم حطينا. هو مين داخل الاجهزة دي? ها? والاجهزة دي مش عشان تشتغل. محتاجة تبقى قريبة من الحرم? عشان تديني بتاعها. يعني فيه سلطة دخلتها. سلطة! دخلتها. وشغلتها كمان. ودي مش اول مرة. في مرة قبل كده. الفين وستة او الفين وسبعة. قالك ملاك يهبط من السماء على الكعبة. مش اول مرة. العبس بالحرمين. هم? وهو ايه الصور اللي انت عامله عند الحرمين ده? بتاع ايه يعني? فهمنا يعني? عايزين نفهم منك ايه الصور ده? وايه الحفر اللي انت بتبدوره ايه? الكنز انت مش هتلاقيه. كنز الكعبة مش هتلاقيه. افهم. مش بتاعك يا ابا. مش بتاعك. ولا بتاع اي حد ده هيحفر. انتو اخباية. انتو ناس اخباية. مش هتلاقي كنز الكعبة ده. انساء. شيله من دماغك. وشيل الصور ده عشان عام. مش يعني عليه. الصحينا والماسون هم اللي بيبنوا على اراضيهم معابد لغير الله. لبوزة بقى? ولا التوزة? ان كان. الصحينا والماسون هم اللي بيرعوا باسم الاسلام الدين العالمي الجديد فيما يسمى الديانة الابراهيمية. الصحينا والماسون هم اللي بيعايزين يعطلوا احكام وشرع الله في المواريس وفي الزواج. الصحينا والماسون هم اللي عاوزين يلغوا السنة النبوية بالمطلق. الصحينا والماسون هم اللي معطلين الحج وفتحين منشاط الكورة. الصحينا والماسون هم اللي معطلين زيارة سيدنا رسول الله وآل البيت وفتحين الكابلهات والسينمات والمسارح. حزبي الله ونعمة الوكيل فيكم. حزبي الله ونعمة الوكيل فيكم. في اللي بيصنع الشيء واللي بيحارب الله ورسوله واللي بيسقف لكم. ان فرعونة وهامانة وجنودهما. ركز مع جنودهم ودي بالله عليك. والجنود هنا مش العساكر. لا اللي بيطبل واللي بيسقف واللي بيسجد. دول الجنود. ان فرعونة وملئه. ها? فرعونة وملئه. المال اهل البلاط اللي عادين له بقى. ايوه سيادتك. اله نلا. ها? دول بقى المباشر بالاعلام. بالسوشيال. في القهوة. في الاوتوبيس. في النيلة السودا. بتشتق. اتسوق تاكسي. معهمة كتير يعني. هتقابل. هتقابل يا معلم وانت ماشي. في مصر. في المغرب. في الجزائر. في تونس. في الخليج. هتقابل. موجودين يا ابا. موجودين الناس دي. فانصحصح كنا مع بعضينا. عشان كل واحد يعرف راسه من الرجليه. انا اتكلمت بالاة بالمختصر. ومش عاوز هوضح اكتر من كده. كل حاجة ليه وقتها. بس ازاي ما دكتور محمد قال? خلاص. the game is over. كل العلامات تبشرنا بذلك. شوح حضرتكم على خير. السلام ومتى تنجي هذه الكرة حين نعود ثانيا عبادا بالله فإن شئتم فأطيلوها وإن شئتم فقصروها